اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون مع البدايات الاولى للاعلام العربي كان الدين حاضرا بحصص مختلفة ونسب متنوعة كجزء من الرسالة الاعلامية الرسمية الرامية الى الارتقاء الروحي بالشعوب مع الحرص على السيطرة على الخطاب الديني وتوظيف هذا الخطاب في سياق المشروع السياسي المعتمد من الدولة هذه الجرعات الدينية ادت ادوارا عدة في التحفيز في التوجيه في التوظيف في اوقات الازمات اخذت خطا دينيا اسلاميا فلم تظهر عبر الشاشات او عبر الاسير برامج دينية مسيحية وهو ما دفع الاقلية الى البحث عن اعلام بديل من خلال مؤسساتها الدينية ومع عدم تطوير المحتوى الديني في الخطاب الاعلامي وعدم مواكبته للمشكلات التي تواجه عامة الناس او الاجابة عن تساؤلاتهم انصرف الناس ايضا الى خطابات بديلة قدمتها مثلا شرائط الكست التي انتشرت في السبعينات والثمانينات بكثافة مع انطلاق القنوات الدينية المتخصصة ظهرت القنوات الخاصة والتي واكبت ظاهرة الدعاء الجدد لتتجلى ظاهرة اسلام السوق بشتى جوانبها ومع انفلات الحالة الدينية وانفتاح المجال العام عقب السورات العربية تفجرت الالغام الايدولوجية والسياسية لهذه القنوات وهو ما ادى الى تكريس حالة الاستقطاب والتعصب الديني وهو ما اثار تساؤلات متعددة حول دور هذه القنوات في ظل اهمالها للديني لصالح السياسي هل الاعلام الديني ينشر قيما اخلاقية ام هو لعبة بيزنس ومكاسب سياسية سؤال نطرحه على ضيفية دكتور محمد المرسي من مصر واستاذ الاعلام بجامعة القاهرة ورئيس قسم الازاعة والتلفزيون السابق اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ودكتور عبدالغني عماد من لبنان العميد السابق لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وقبل ما نناقش الاعلام الديني ونشوف اكتر من زاوية رؤية نروح للتقرير ونرجع يعتبر الاعلام اهم ادوات الاخبار والتعريف والتثقيف في عصرنا الحديث ويساهم بشكل كبير وغير مباشر في التطور الاجتماعي والثقافي وحتى العلمي ورغم اهمية الاعلام وحيوية دوره الا انه في الوقت نفسه اداة خطيرة تمكن من يمتلكها ويوجهها من التأثير والتحكم باتجاهات الرأي العام وقناعات وحتى انماط تفكير الناس والاعلام اما ان يكون عاما او متخصصا تتنوع تخصصاته بتنوع مجالات اهتمام الناس ومن بين انواع الاعلام المتخصص الاعلام الديني الذي ظهر في وقت مبكر نسبيا بعد انتشار وسائل الاعلام الحديثة واستخدمه للتبشير الديني وايصال خطاب ديني يحمل توجهات الجهة التي تمتلكه وفي السياق العربي وقبل ظهور الاعلام الديني المتخصص حضر الاعلام الديني ضمن برامج وسائل الاعلام الرسمية وحمل خطابا عكس الوجهة السياسية والاجتماعية للانظمة الحاكمة ومع بروز ظاهرة معرفة بالصحوة الاسلامية ساهم الاعلام الديني الرسمي في دفع وتسخيم الموجة المحافظة التي ضربت العالمين العربي والاسلامي في سبعينيات القرن المنصرم ومع عصر الفضاءات المفتوحة يوم بعده الانترنت والسوشيال ميديا انتشرت وسائل اعلام دينية اسلامية تقليدية وجديدة يتبنى عدد كبير منها خطابا متزمتا يحمل ابعاد طائفية يعلي الهوية الدينية الضيقة على الهوية الوطنية الجامعة ان وجود وسائل اعلام دينية بحد ذاته هو شكل من اشكال حرية الفكر طالما انها لا تنحو للتكفير ومهاجمة الاخر الديني وهو ما نفتقده الى حد بعيد في عالمنا العربي عدنا ويتفكرون والاعلام الديني ومع ضيفية دكتور محمد المرسي ودكتور عبلغاني عماد دكتور محمد المرسي نبدأ في البداية كده هل نحن بحاجة الى اعلام ديني اساسا؟ اشوف هو الاعلام الديني احد اهم المضامين اللي بيتضمنها الاعلام احنا عندنا اعلام اعلام بشكل عام اعلام ده ليه وظائف ليه اهداف بيخضع لشروط بيخضع لضوابط بيخضع لمهنية بيخضع لاخلاقيات حين تتحقق كل هذه الامور يبقى عندنا اعلام عندنا نشاط اسم الاعلام عندنا مجال اسم الاعلام هذا الاعلام فيه نوعين فيه عندنا اعلام عام هذا الاعلام العام يتناول كل المضامين السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدينية الرياضية الفنية وغيره وعندنا اعلام متخصص هذا الاعلام المتخصص فيه جزء منه خاص بالمتخصص في المضمون عندنا اعلام متخصص في الرياضة في الدراما في الدين وبالتالي احنا عندنا في اطار هذا التخصص طبعا عندنا في اطار القنوات المتخصصة عندنا قنوات متخصصة فئوية موجهة للمرأة موجهة للتقل وقنوات اعلامية متخصصة في الشكل برامج واسائقية اقبار دراما اللي هي اشكال برامجية يعني تصنيفا انت موافق على ان موجود الاجلاء لدينا قنوات متخصصة في الدين ولدينا برامج دينية في اطار القنوات العامة احنا عندنا تزيد في المسميات لدرجة ان احنا عندنا ما يسمى مثلا يعني الاعلام الاسلامي اذا قابلت ان يكون هناك اعلام اسلامي يبقى لابد ان اقبل ان يكون هناك اعلام مسيحي واعلام يهودي واعلام بوزي وهكذا هي مضامين في اطار عام هو مصطلح الاعلام عندنا مضمون ديني من خلال قنوات دينية ومن خلال برامج دينية على القنوات العامة مهم ان انا تناول هذا الامر مهم جدا لان الدين احد الركائز الاساسية في حياة الشهر ده نمر واحد تاني حاجة ان الدين احد اهم جوانب الهوية يعني لما نتكلم على الهوية المصرية الهوية العربية لا احنا بنتكلم على الدين احد اهم هذه الركائز وبالتالي تركيز الاعلام في جزء منه على المضمون الديني سواء كان متخصص يبقى بالكامل دين او اعلام عام بياخد جزئية في برامج دينية ده محاولة من الاعلام لجذب اكبر عدد من كسافة المشاهدة او الاستماع يبقى احنا بداياتا كده دكتور محمد المرسي لدينا لدينا اعلام ديني واكد على اهميات وكيفية التناول هنتناولها باذن الله في يعني فواصل اخرى احنا بدأنا بالتأصيل وان وجود الاعلام الديني ضرورة هل دكتور عبدالغاني شايف ان الاعلام الديني خادم للدولة المدنية يعني مفهوم الدولة المدنية لا يتعارض مع وجود اعلام ديني شوف يعني انا اوافق على انه الدين هو جزء من شخصية الانسان العربي وجزء من شخصية الانسان بشكل عام بشكل عام اه حيث انه جزء من هوية وشخصية والمكونات المعرفية ومنظومة الاخلاقية لاي مجتمع ولاي شخصية ثقافية معينة في مخاصة في مجتمعاتنا العربية المؤمنة بطبيعتها لا بد ان يكون هناك حيز في الاعلام يرعى شؤون هذه هذا الجانب لكن حين يتحول هذا الحيز الى الصدارة ويتضخم دوره يصبح بحد ذاته هذا الاعلام الديني موضع نقاش كسبب بسيط لان انت تتحدث عن اعلام وتتحدث عن ديني حقلين ومجالين ومفهومين ونمطين الاعلام بحد ذاته هو نسبي هو مجال للتعبير عن حرية الرأي والرأي الاخر والنقاش والحوار يمكنك تناقض تمام اما الديني لا يحتمل الرأي الاخر ولا يحتمل التنوع ضمن نفس الحلقة وبالتالي هو فضاء للمطلقات للمطلق يزعم انه ينطق او يعبر عن ايمان ورسالة بلاس اديولوجيا عند بعض المعينة وخطاب ديني الى حد ما ينطق بما نسميه الحقيقة المطلقة وبالتالي هو يعني طبيعته متحيز لهذه الحقيقة المطلقة التي نصب نفسه بانه يريد ان يبشر بها ويدعو لها والى اخر يختلف الاعلام الديني عن الاعلام السياسي عن الاعلام الفني عن الاعلام الثقافي العام بان تلك المجالات مجالات تحت من الرأي ورأي الاخر وهي يعني دكتور محمد لما قال القنوات المتخصصة لا استطيع ان اقول الديني القنوات الدينية مع الرياضية في اختلاف السياسية يجب ان تكون المعرفة الدينية ضم القنوات هذه في اثار البرامج العامة وليست مستقلة عن السياق العام الاستراتيجية الاعلامية بأي مجتمع بحيث تكون متفلتة لكن ما حصل انه في عصر العولمة والاعلام الشبكي اللي احنا نعيشه حاليا انه تفلتت محطات وقنوات ووسائل اعلامية مختلفة مش مسألة وقفة على المحطات والقنوات هناك ايضا وسائل التواصل الاجتماعي هناك ايضا الجرائد وهناك الازاعات وإلى اخر تفلتت تفلتت هذه واصبحت لديها حيز مستقل يعكس اديولوجيات ويعكس دع حزبيات معينة وينقل حساسيات وهواجس تاريخية وإلى اخر دخلنا في سياق اخر وبالتالي هنا ما اقوله انه بظل دولة مدنية يجب ان يكون هناك شيء يرعى ميت المساق شرف قوانين ترعى الاعلام الديني وليس ان يكون متفلتا بالشكل الذي نعيشه حاليا يعني دكتور عبد العاني عايزة تعلق اتفضل هو بس يعني ذكر الدكتور ان الاعلام اساس من من اسس عمله هي حرية الرأي ولكن هو التساؤل هل حرية الرأي تتعارض مع توجه الدين يعني يعني انا مش اعرف لا انا اعتقد يعني اعتقد ان التوجه صحيح للدين هو مع حرية الرأي ولكن مع توجهات لمن يمتلك هذه الاداة مع هذه التوجهات اللي ابتهدي في الاهداف معينة قد يتعارض مع حرية الرأي فاحنا بس يعني لا يمكن انا 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 اقول لك الرعاية الرعاية من الدولة زي هقول لحضرتك ايه لو واحد مثلا في مصر طلع في برنامج ديني وقال لابد ان نطبق الحدود نعم واللي ما بيعملش الحدود ده وما فيش قطع يدي ليه وما فيش مش عارف كذا 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 ويطرح على الفضاء العام لا ده هنا هنا تحدث ده فيه توجه هنا هو انا لما عالج امر مثل هذا الامر لازم يكون عندي اراء متعددة وفي النهاية الخلاصة نخلص لرأي محدد او يخلص المشاهد لهذا الرأي انما انا ما جيبش رأي محدد واحد وافرده على الناس والناس تتبع هذا الرأي لما يكون في قضية فيها جدل افرد اللي انتصر في الجدل ده دكتور محمد هو الرأي المضاد لتوجه الدولة في شيء قانوني يعني ما هو احنا للوقتي زي ما بطرح لك لوقتي مثال هو الرجل اكثر بلاغا من الاخر الرجل اكثر اقناعا من الاخر الرجل اعلى صوتا من الاخر فنقل مسألة للمشاهد العادي ان لابد ان هو قتل المرتد وكذا وكذا وحضرك سمعت الكلام ده كتير طيب هل الدولة تسيب المسألة كده لحرية الرأي وللجدل في مسائل دينية وتنتقل يعني شعلة الفتنة في الحق الانساني خلي بال حضرتك يعني الامثلة اللي حضرتك بتضربها كان مازج هذه امثلة لبعض الاراء المتطرفة نحن لا نتحدث عن رأي متطرف هذا الرأي المتطرف بيعتبر من وجه نظر انا استثناء والاستثناء لا يلغي وجود القعدة القعدة هي التنوير هي التسقيف هي الحوار حول موضوعات متعددة بنخرج منها في النهاية بنتائج من الممكن ان تساهم في رقي العقل او تساهم في تشكيل العقل ولا وجدان ده الاساس انما ما نتحدث عنه من استثناءات وللأسف هي ظاهرة على السطح وبشكل كبير ومنتشر وبشكل كبير هذا الامر لا يمت للاعلام الصحيح بالصلاة حضرتك سألت حتى من شوية بتقول يعني ما ينفعش عندي قنوات دينية وسياسية في نفس الوقت ده توجه احنا حتى فيه اطار التصريح اللي قناة بان هي تكون قناة دينية بمضمون ديني بتجد ان مثل هذه القناوات بتخرج عن اطار التصريح بعملها الى مجال السياسة زي محردات تكتباتكم شوية من حق من اعطى التصريح انه يمنع ليه؟ لان هي خرجت عن الهدف من وجودها نقترب من الواقع بعض الشيء اول حاجة كانت ازعت القرآن الكريم مثلا وصدرت في في ايام في زمن جمال عبد الناصر نعم اه وفي برامج زي حديث الروح ونور على اه ده في التلفزيون هل هل الثلاث نمازج دول دكتور محمد المرسي شايفهم هي النمازج الصحيحة اللي من الممكن ان نقيس عليها البرامج الدينية شوك حضرتك هي نمازج تقليدية 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 ما تنفعش دلوقتي لا يعني نور على نور هي ماشي هي بتهلف الى بعض التنوير بعض التصقيف تمام في جوانب معينة في الدين وعلى فكرة بس عشان حضرتك اه يعني تكون في الصورة ازاعة الكرآن الكريم من بداية 64 حتى الان هذه الازاعة هي اكتر الازاعات وفقا للدراسات والبحوث استماعا هل تتخيل اي مسحبية تعمل ازاعة الكرآن الكريم رقم واحد رقم واحد رقم واحد في الاستماع فهي ازاعة بتقدم اه تصقيب بتقدم بعض التنوير نعم انا معاك ان محتاجة تطوير في الشكل وفي المضمون وهذا ما يتم بالفعل بحسه لان هي اذاعة مهمة جدا انما القياس على التنوير بقى في عرض اراء مختلفة اه كيف اه نتجادل وكذا ده موجود ولكن موجود بشكل غير صحيح غير صحي يعني حضرتك لما تعمل مسح على سبيل المثال بلاش القنوات المتخصصة بالدين خلينا في برامج مشهورة جدا في قنوات عامة بتستغل مضمون الديني في جذب اكبر عدد من الفقرات الدينية داخل التوكشو نفس داخل التوكشو نفس اللي بيحصل ايه ان واحد بيكتب سطرين تلاتة رأي معين مخالف رأي متطرف اي المكان على صفحته بيشوفه كم عشر تلاف يتقوم انت كموزيع مشهور في برنامج شهير عايز حالة من الجدل وعايز حالة الناس كلها تشرف فتقوم تجيبه بدل مكان عشر مليون اه بالزبط عشر تلاف دول بقى عشر مليون اه القنوات الدينية او الاعلام الديني كان الغرب منه هو القضاء على اي افكار متطرفة اي افكار متزمتة لكن ما حدث وهو مدهش جدا بالنسبة لنا ان التطرف زاد ان التزمت زاد ان الارهاب زاد كرسيها فما هي القضية التي جعلت او ما هو السبب الذي جعل هذا الاعلام الديني لا يؤدي الضوء الذي كان مطلوبا منه بعد الفاصل عدنا ويتفكرون والاعلام الديني ومع ضيفية دكتور محمد المرسي ودكتور عبدالغان ياماد كنا قبل الفاصل حددنا واصلنا لمسألة الاعلام الديني ولكن طرحنا سؤالا مهما الغرب من الاعلام الديني والارتقاء الروحي الارتقاء الاخلاقي جعل المواطن لا يتطرف ولا يتزمت ويصبح انسانا وسطيا في دينه لكن ما حدث يا دكتور عبدالغان ان المسألة زادت الالتهاب زاد التطرف زاد مع تضخم عدد القنوات هي عدد القنوات تقريبا كام ولماذا حدث القنوات الدينية تقريبا يعني اصلاعيا طبعا التقرير العربي للإزاعات العربية والفضائيات العربية تحدث عن حوالي 1300 فضائية عامة الاولوية هي القنوات الرياضية ثم بعدين بالدرجة التانية القنوات الدراما والمسلسلات والاخرية تالتة الموسيقى والمنوعات والاخرية الرابعة قنوات الفضائية بحدود دينية دينية بحدود حوالي 195 او 100 قنات نقترب من 2015 2016 هالأحصاء نقترب من 100 قنات كانوا اكتر في 2012 كان اكتر تراجع العدد نسبيا لكن بيقى القنوات الدينية ضمن فئة ضمن المرتبة الرابعة هلأ شو السبب انه رواج القنوات الدينية لانه طلب علي يا زاد لانت نتحدث عن اعلام ديني هنا حقلين اللي تعمل بحكي عنهم اعلام نسبي وحق لمطلق نتمنى عندما تتحدث عن حقلين بهذا الشكل يجمع يدخل فيهما التناقض بمعنى الاعلام بحد ذاته هو تلبية لمنتج يلبي حاجة السوق بحد ذاته حاجة الناس حاجة المجتمع ان كان رياضة ولا موسيقى ولا فن ولا سياسي نفس الشي الدين كمان فيه حاجة المجال الديني فيه حاجة عندنا نتيجة الصراعات السياسية والتناقضات الهائلة خاصة في مجتمعاتنا العربية واللي اخدت سوب الدين وارتفاع منسوب الخطاب الديني السياسي الاسلامي والحركات الاسلامية ودورة وإلى آخر في السنوات السابقة ادى هالشي كله سوالي دخول مادة جديدة على حقل المعرفة واعادة انتاج المعرفة بشكل مؤدلج ومسيس من خلال اما بشكل معلن او بشكل مضمار من خلال بعض القنوات الفضائية ان نرصد حاليا قنوات فضائية ووسائط اعلامية متعددة على الانترنت وعلى الازاعات وعلى الصحف إلى آخر نجد انه في انفجار نسميه نحن بالسوسيولوجيا انفجار الهويات الطائفية والمذهبية طائفية الاسحية الاسلامية والمذهبية شيعة سنة وإلى آخر والعرقية حتى هل زهنة القنوات الدينية في كده هو هان السؤال هي القنوات الدينية أداة من أدوات هذه الصراعات تستخدم تستخدم كأداة من أدوات هذه الصراعات يعني صراع ما بين مذهبين مذهب يروح أخذ قنوات دينية عشان هو الحقيقة حتى منه صراع بين مذهبين هو صراع سياسي يستخدم فيه الدين الخطاب الديني أحيانا بشكل معلن ما اتمائلت أو بشكل مضمر يستخدم هذا الخطاب الديني ضمن إطار الصراع السياسي بشكل عام والقنوات والإعلام هو أداة من أدوات هذا الصراع وأداة مهمة جدا في عصر العالمة وعصر الشبكات عصر المجتمع الشبكي اللي صرنا فيه فبالتالي أصبحت هذه أسلحة سقيلة بمجال التعبئة والتحريض وبناء الهوية القاتلة اللي تحدث عنها المفكرين السوسيولوجيين في مسألة الهوية اللي تعتبر أنت عم تنمي هوية مغلقة في مواجهة هوية أخرى يعني يا رجل أرجع لحضرتك في الحالة اللبنانية بالذات لأنها نموذج يستحق الدراسة في مسألة القنوات الدينية التي تستخدم سياسيا ولكن من نفس السؤال برضا للدكتور محمد المرسي الغدة الدينية أفرزت هرمونات إعلامية كثيرة ولكن التطرف يزداد وعندنا الحالة في مصر حتى لو طبقناها زي ما حدثت وتراجع عن التنوير وعن التصطيف وعن التماريب وقنوات بس السبب الرئيسي يعني آه أنا شايف بالإضافة للي تفضل به الدكتور أنا شايف أن السبب أساسي من أسباب هذا التراجع وزيادة بعض الأفكار المتطرفة والتوجه إلى احتلال جانب مهم في المجتمع سياسيا أو بمعنى آخر التوجه نحو السلطة إحنا هنا بنتكلم عن السماح بدخول المال الديني للإعلام الديني يعني بمعنى إحنا عندنا قنوات دينية هذه القنوات الدينية من اللي بيصرف عليها من اللي بيمولها جماعات معينة أو أفراد ينتمم إلى هذه الجماعات وبالتالي توجه هذه الجماعات أيا بقى مكان توجهها سلفي جهادي معتاد الوسطي أيا مكان هذا التوجه بيظهر بشكل أو بآخر وأحيانا بشكل مباشر من خلال البرامج المختلفة لهذه القنوات وأي توجه مخالف لهذه التوجهات بيتم التعامل معها بعنف في هذه البرامج للأسف وده مخالف لكل الأعراف مش هقولك بقى للقيم والمبادئ الإسلامية السامحة اللي مفروض يبقى فيها نوع من الحوار ما بين وتقبل الآخر لا ده إحنا بنتكلم حتى بشكل عام كقواعد مهنية وقواعد أخلاقية للعمل الإعلامي تتنافى مع هذه القواعد تماما بيتم تشهير وسب ودخول في أعراض أشياء لا ينبغي إطلاقا أنها تكون موجودة لمجرد الاختلاف في التوجه أو الاختلاف في الرأي هذه مثل هذه القنوات الدينية الممولة من جماعات أو ممولة من أفراد منتمين لهذه الجماعات بتهدف في النهاية بتهدف إلى توجه سياسي هي من جماعات الإسلام في 30 يونيس المشهد في مدينة الإنتاج الإعلامي يمكن أول إجراء نعم بعد خروج الناس إلى الشارع وإسقاط الإخوان إغلق قنوات الدينية التي كانت موجودة الناس قالت لها إجهاض لحرية الرأي أنت كنت شايف المسألة إزاي بس هي هو إحنا بنتكلم بعد صورة 25 يناير هل ده أنا عايز أقول لك إن ذات عدد القنوات الدينية بعد 25 يناير بشكلك لا أقول لك 30 يونيو كان قرار يعني إزاي بتقول إسقاط الإخوان والإسلامي الجامح والجهادي والتكفيري كان رؤية من الدولة إن دول بزرة بزرة وبيهدفهم إلى الوصول إلى السلطة بأي شكل كانوا بلعبوا سياسة كانوا بلعبوا سياسة ما فيش كلام هو حتى القنوات الدينية ما هي بتلعب سياسة يعني أنت بتتكلم على قناة دينية المفترض فيها أن هي بتقدم مجموعة من البرامج الدينية تجد برنامج قاعد فيه موزيع لا يمت طبعا للإعلاميين بصلاة إنما هو رجل دين ماشي ما فيش أي مشكلة إنما بس يكون مؤهل هذا الرجل بيسيب الحديث في الدين ويتكلم فيه موضوعات سياسية صحيح وهذه الموضوعات تابعة لأجندة موجهة لهذا الفكر فهي استخدام السياسة متوافق مع الدكتور عبدالغاني لكن الحالة اللبنانية يعني مسألة إحنا عندنا في مصر يمكن أكتر الإعلام ما نتقول إعلام ديني بإعلام إسلامي يعني أعتقد ما فيش قناة دينية مسيحية لا فيه سبع قناة لا يعني فيه سيتي في فيه قناة على الكنيسة وميسات لكن لم تغلق هذه القنوات يمكن بتتكلم ما بتدخلش في السياسة قوي مسألة لبنان هل الحالة الطائفية اللبنانية فيها المسألة دي فيها الاستخدام السياسي دا وتوالي أي مدى أثرت فيه تفجير المسألة الطائفية شوف لبنان دي يتميز بالحرية الإعلامية تعدد إعلامي واضح منذ منذ تقريبا ربع قرن يعني في لبنان برضو الإعلام الإسلامي أكثر القنوات الإسلامية زي عندنا أكثر من القنوات المسيحية لا في توازن تقريبا في توازن بدراسة أخيرا عملت مؤسسة مهارات عملتها حصرت كل الوسائط والوسائل الإعلامية وإلى آخر لكن مشكلة الإعلام الديني إذا بنا نستخدم المصطلح بمجتمع متنوع طائفيا ومتعدد طائفيا ومذهبيا تمام يثير إشكاليات كتير كبيرة خاصة أنه لما بيدخل جرعات من التسييس على هذا الإعلام الديني ويرتبط هذا الإعلام الديني بخطاب وإديولوجيا معينة تبتعرف مجتمع اللبناني مفتوح وفي استثمارات إعلامية هائلة في إيرانية تحمل توجهات مذهبية وللطواقف الأخرى المسيحية اللي هي الإرساليات الأجنبية والليها تاريخ في لبنان والخنوات المسيحية أيضا موجودة جزء مننا مسيّس جزء مننا منه مسيّس كمان على مستوى السنة في لبنان أصبح لديهم مؤسساتهم أيضا ما أريد أن أقوله أنه الإعلام الديني اللبناني مثل ومثل على مستوى العربي جزء منه يقوم له توجه دعوي تربوي ولا يتعطب السياسة من قريب أو بعيد زيادة القرآن الكريم التابعة لدار الفتوى اللبنانية هي تنطق بخطاب إسلامي دعوي تنويري ووسطي أنصح التعبير لكن في مؤسسات إعلامية أخرى لا تتبنى هذا تروح باتجاه الإعلام الإديولوجي التحريضي لتستقطب الجمهور هي الطائفة التي تنشئ القناة أو الحزب لا هل ممكن حزب الطائف عندها مؤسسات والأحزاب عندها مؤسسات إعلامية هنا هنا القصة طائفة لها الحق أي طائفة في لبنان معترف بها من الطائف 18 أنه يكون عندها مؤسساتها الإعلامية والتربوية والثقافية والآخر لكن أيضا هناك أحزاب أخذت ترخيص أما بأمر الواقع كأمر واقع فرضت فرضت هذا الترخيص مثل مثلا مؤسسات حزب الله وحركة أمل والمؤسسات الشيعية الأخرى الإعلامية في لبنان وأيضا على المستوى السني على المستوى المسيحي أيضا نتيجة الحرب اللبنية وتضخم ظاهرة الميليشيات وقوى الأمر الواقع خارج إطار الشرعية بعض الطائف تم تكريس هذه المؤسسات أن تبق كما هي على الصعيد الإعلامي على الصعيد التربوي على الصعيد الثقافي بئت كما هي لكن أن تلتزم الدستور والمساق الشرف وهذا التزام طوعي يعني مش أنه التزام يعني بتعمل المؤسسات إعلامية مساق شرف إعلامي وهذا اللي حصل بلبنان مساق شرف أنه نبتعد عن التحريض نبتعد عن ما يصير الاشكاليات والحساسيات الطائفية والمذهبية لكن مساق شرف مين مولج بمراقبته وفرض ما فيش هيئة بتراقب المسألة دي فيه المؤسسة العامة للإعلام لكن كمان هذه المؤسسة الإعلام مؤلفة من شو مؤلفة من مجموعة طواقف يعني وهي أيضا يعني تخاضع لتوازنات لا تستطيع أن تتخذ قرار ما أريد أنا أقوله يعني ما يحدث في العالم العربي ينعكس على المؤسسات الإعلامية للطواقف والأحزاب في لبنان وبالتالي هذا الانعكاس تجيذه متجلة بكل الخطابات اللي هي موجودة خلال هذا الإعلام ونحن عم نشوف أنه يعني هذا الواقع أدى عند كل أزمة أزمة سياسية تتخذ طابع طائفي أحيانا يؤدي إلى تفجير الشارع أحيانا يعني كلمة أو تصريح أو مقال أو كاريكاتير بنحط بنحط فضائية يؤدي إلى أحيانا فوضى بالشارع ومتظاهرات وأحتجاجات وإلى آخر لذلك هناك أزمة طائفية يسهم الإعلام المسيس والمؤدلج والمتطيف من صح التعبير في تأجيجها لأنه إعلام يريد أن يريد الإسارة ويريد أن يستقطب الجمهور بحد ذاته لكنه إعلام ديني حين يستخدم الدين يحط البهارات زي ما بيقول والبهارات الإعلامية الحرقة وهم السوق وهم بده يدخل الإعلام الديني في مسألة السوق والطلب والطلب على هذه المواد والآخرين فإذا برنامج يديره أحد المزيعين مثلا مجرد من طائفة معينة مجرد يحط كاريكاتير لزعيم سياسي أو طائفة أو زعيم ديني من طائفة تانية ولو كاريكاتير في شوية يعني تنكيت أو طرفة طرفة سياسية عند زاك الزعيم قدت المزألة إلى حروق تظاهرات واعتجاجات وحصار جماهيري لهذه القناة إلى أن تراجعت واعتزلت القناة المسألة حساسة جدا لا يجب بما أنها حساسة وخطيرة جدا لا يجب أن تترك هكذا بدون ضوابط للإجتهادات الشخصية ول إغراءات السوق بحد ذاتها إغراءات عشان المعلمين يكتروا والناس وهم بين قوسين خليني ألعب أنه الاستثمار بالإعلام الديني هو استثمار إيديولوجي وليس استثمار اقتصادي بدليل أنه بعض الدراسات قدرت أنه حجم الاستثمار الاقتصادي المالي ستة مليار بينما اللي عم يجي من الإعلام الإعلام 2 مليار بس يبقى في علامة استفهام عندما أقصر 4 مليار إذن أنا ألعب بيزنس إيديولوجي وليس بيزنس اقتصادي ليس فقط على الدين على فكرة جميع القانوات جميع أنا أطرح سؤال مهم على الدكتور محمد المرسي طيب إحنا رضينا بالقنوات الدينية ووضعنا الضوابط لكن المشاهد العربي يذهب الريموت إلى القناة الخاصة خارج المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها لماذا هذا هو السؤال الذي سيجيب عليه ضيفية بعد الفصل عدنا ويتفكرون والإعلام الديني ومع ضيفية دكتور محمد المرسي ودكتور عبدالغاني عماد وكنا قد تحدثنا عن تكريس الطائفية من خلال الإعلام الديني الذي كان مطلوبا منه في الأصل قتل تلك الطائفية والتخفيف منها دكتور محمد المرسي لو قلنا الحالة على مصر المؤسسة الدينية حاولت أنها والإعلام الحكومي حاول أن يقدم إعلاما دينيا وسطيا أو يضع بعض الضوابط أو يضع بعض الضوابط نعم الريموت مع المشاهد مع المشاهد المصري يروح على قنوات سين وصاد التي تؤجج نار الفتنة تمام ليه هل أنها جزابة أكثر إيه إيه اللي حاصل عايزين عايزين نفهم من أستاذ أستاذ الإعلام وأستاذ الزعو التلفزيون إيه 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 إشكلية إيه 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 يعني خلينا نتكلم على نقطين دكتور خالد تمام نقطة هي الضوابط التي المفترض أنها تحد من هذه الفوضى في مجال الإعلام الذي يتناول موضوعات الدينية طبعا إحنا عندنا على سبيل المثال أو خدنا جزئية الفتوى على سبيل المثال آآ في ضوابط وضعت ل ل ل لمن يتصدى للفتوى في البرامج الدينية هذه الضوابط حتى من خلال لستة عملها الأزهر بموضوع كبيرة من حوالي مية أو حاجة زي كده أو كلماء المبشرون أيوا بالضبط المبشرون مش مسألة إن أنا بحط آآ أسماء مية واحد آآ بارة فيهم كمؤسسة آآ إن هم ناس وسطيين ومن الممكن إن هم آآ يعني آآ لا المسألة في إعدادهم هي دي المسألة إن أنا أعد أو أجهز من يتصدى للفتوى أو من يتصدى للدعوة بشكل جيد آآ في مركز بيعملوه حالياً في ستة أكتوبر لإعداد الدعاء ومتدريبهم وكده يعني المسألة في التدريب فالمسألة أو الإعداد المسألة في الإعداد إن أنا أوعد ناس بالفعل مؤهلين للفتوى أنا مش عايز أقول لحضرتك إن هذا الإنسان المؤهل للفتوى يجب أن يأخذ تصريح زيه زي الطبيب زي المحامي هذا مصرح له بالفتوى أي أنه مؤهل للدعوة هو مؤهل للفتوى مؤهل إن هو يطلع وينشر معرفة دينية بس لسه الجاذبية برضو مدياني علامة استفهار الجاذبية حافظ وراجل عظيم جدا يا دكتور خالد فرق ما بين حكتين ما بين كسافة المشاهدة وما بين الرضا عما يقدم فيها هذه المشاهدة اللي اتنين دولار نوضحها يعني أنا من الممكن ودي اززواجية للأسف هي اززواجية وموجودة عندنا موجودة في مصر وموجودة في بعض الدول العربية إن أنا من الممكن أنا بشوف برنامج دكتور خالد منتصر وأنا غير راضي عن المضمون اللي هو في ليل إنه بيقدم مضمون متطرف أو بيقدم مضمون آآ سطحي ده عدم الرضا ده عدم الرضا إنما بشوف وبتفرج عليه وحريص إن أنا بكرة أشوف أنا عايز أدخل أشوف الدكتور منتصر بكرة وضيوفه اللي هيتخنقوا مع بعض اللي هيقولوا موضوع خلافي نشوف الناس ده هتقول إيه الناس اللي بترش بعض بالمية الناس اللي بتشيل الكرسي وتضرب لكن ده لا يعني اقتناع هذا لا يعني اقتناع بالمضمون لا يعني رضا عن حتى مقدم البرنامج إنما لإن مقدم البرنامج والبرنامج تعمد الإصارة في اختيار الموضوعات وتعمد الإصارة في اختيار الضيوف فأنا بيزيد في ضولي إن أنا أشوف إيه اللي هيحصل تعالوا نشوف النهاردة سين أو صادم المزعين هيقولوا إيه ضيوفوا هيقولوا إيه ولكن كسفت المشاهدة لا تعني عدم الرضا وعشان كده احنا بنقول يا جماعة بلاش هزيل الزوجية أنت ما انتش راضي عن مقدم البرنامج ولا راضي عن المضمون بتاع البرنامج غير لإن مشاهدتك للبرنامج ده بيثبت أقدامه في القناة بتبقى نسبة أو كسافة مشاهدة أعلى بيجي له إعلانات قاعد خلاص ده البرنامج بيجي بمشاهدة يعني يبقى نقص إعداد وكمان المشاهد فيه عيب فيه عيب يعني المقدم والمشاهد بالضبط عشان كده بنقول يا جماعة لازم ينتشر عندنا ما يسمى بالتربية الإعلامية منهج التربية الإعلامية وهي درس في المدارك التربية الإعلامية دي معناها إيه؟ معناها إن أنا بجهز الإنسان منذ الصغر كيف يتعامل مع وسائل الإعلام إزاي يفهم الغث من السمين إزاي يقدر يعرف معنى الصورة وما رأي الصورة يعني هي كيفية مشاهدة التلفزيزيز عايزة منهج؟ آه طبعا عايزة منهج عايزة إن أنا أعرف هذا الإنسان هذه المعاني التي لأنني أنا بحصنه من الصغر ضد زي التطعيم كده بالزبط زي التطعيم ضد أي فكر متقرب ما أشوف حضرتك هو اللي بيحصل إيه؟ في غياب مؤسسات ثقافية ودينية و مضطرين وإعلام لا في ظل الغياب ده اللي بيحصل إيه؟ اللي بيبقى فيه فراغ الفراغ ده لازم يملأ حد تاني بيجوا يملوه فبيجوا يملوه الجاذبية اللي تكلم عنها دكتور محمد المرسي بتطرح جاذبية أو سؤال عن جاذبية أكثر إدهاشا الدعاء الجدد نعم كان زمان بيطلع الشيخ المسلم بالعمة بالكاكولة بالجلابية بكل الكلام ده بالمشهد التقليدي أو المنظر التقليدي للشيخ الآن أنا بسميه الدعاء الكاجول نعم جينز غاميز مش عارف إيه رات إيه يعني زي ما يكون نجم السينما صحيح وبيجزد أكثر وأكثر وأكثر بشكل رهيب نعم ومليارات بتضخف المسألة دي بتفسر مسألة ظاهرة الدعاء الجدد وسيطرتهم يعني بالشكل ده ازاي شوفوا هو فعلا لا شك هذه ظاهرة درست يعني درست من ناحية سوسيولوجية لماذا التجاوب مع ظاهرة الدعاء الجدد هلأ في عدة أسباب يعني نحن إذا بدنا نشخص هذه الظاهرة ونقول هؤلاء النجوم الستار هل يمتلكونهم شيء جاذبية معينة كريزمة معينة نعمش كيف يعني لابد أن نقر بأن هؤلاء النجوم شعبية في شعبية هؤلاء لديهم نوع من الكريزمة أيوة تم توظيفها في السوق آه بأسلعة في سوق الإعلام السياسي نعم يعني هذه أول نقطة 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 تانية أنه طبيعة مضمون الخطاب الذي يقدمه هؤلاء الدعاء الجدد طبيعة الخطاب طبيعة جديدة خطاب غير مسيس غير مسيس خطاب بيداجوجي تربوي بشكل عام بعيد عن الدخول في حساسيات والصراعات وهو أكتر حكايات بيسموها حتى يعني الرقائق كده بيعمل حاجات حكايات تاريخية تمام تمام هذا بسميه البيداجوجي التربوي الحكواثي بشكل عام ولو تعريبا في بعض الرأي بيقول أنه هذا يسطح الخطاب الديني ويبسط المسائل إلى درجة تصبح إلى مواعز يعني شكلية طب إيه البديل يا دكتور يعني يعني عايزيه إيه البديل نحنا الوقت فيه فيه إشكالية كبيرة جدا قدامنا البديل يكون إيه يعني شوف هو هل محدش يلبس اللبس التقليدي وهو يبقى تلحل هذا سنة سنة التطور قومون التطور عادي يعني يعني مش مسألة المسألة باختصار أنه هؤلاء الدعاة حققوا دعاة الجدد يعني عمنا حققوا حضور في مجال معين لكن خلينا ننتبه أنه كان حضور بمرحلة معيني وبدأ يأفل نجومهم بدأ يتراجع نجم وتأثير هذه الظواهر اللي طلعت يعني نحن نذكر في أسماء لامعة كثير كانت في مرحلة معينة ثم بدأت تتراجع وتخف أيوه تأثيرها بشكل عام هلأ هاي دي اجت مع اجت مع فورة الإعلام بشكل عام الإعلام الفضائي بشكل عام ووسائل التواصل ووسائل التواصل وكذا اجت اجت فورة السبب أنه المواطن العربي الإنسان المتلقي لأنه إعلام إعلام يعني مرسل رسالة ومتلقي المتلقي بحاجة كيف ميسة لمادة إيمانية روحانية تغطي هذه المساحة بشخصيته هاي مسألة مسألة تانية أنه في نوع آخر من الإعلام الديني عم نحكي على الإعلام الديني في نوع آخر مؤدلج ومسياس ويعبق بمسألة تسييس الديني نصح التعبير سواء على المستوى الشيعي على المستوى السني على المستوى المسيحي إلى آخر موجود هذا الظاهرة هذا الإعلام أيضا نتيجة صبامه مع السلطات والحكومات والدول بعض الدول العربية أصبح يعني أصبح في نزعة عند المواطن المؤمنين ما بدي أنا روح باتجاه السياسي بدي روح باتجاه الديني النقي البحث عن نقاء الطهارة صفاء ونقاء فوجد في مرحلة من المراحل ببعض الدعاة الجدد أنهم يمثلون هذا الصفاء والنقاء الديني أنه هنا اللي هو الدين الحقيقي نتيجة أنه مؤسسات التقليدية أيوة اللي هي مولجة بنشر الدين والحفاظ على هذه الدعوة بشكل بشكل نظيف وشكل قوي لم يكن لها دور إعلاني جزاب وناجح ده مهم جزاب يعني الجاذبية ما زلنا على كلمة الجاذبية اللي حضرك قلت لا يابد من إعداد يمكن ظاهرة الدعاء للجدد في مصر بالذات زي ما شهدت صعود شديد جدا شهدت أيضا انحصار في بعض الدعاء الدعاء اللي كانوا متقدمين على أنهم بيتكلموا فقط في مسألة التربية الأخلاقية اكتشفنا بعد 2011 أن منهم دعاء إخوان نعم وانتهى بأن مثلا بعض الدعاء عملوا إعلانات عن الفراخ والكلام دوت يعني المسألة أصبحت طرفة شديدة يعني بقت الوسائل التواصل مليئة بالمسألة عشان كده فهل نهاية هذا النمط ستأتي تحت مقصلة الفيسبوك وتويتر شوف حضرتك موضوع الفيسبوك وتويتر والنيو ميديا والإعلام الجديد ده موضوع لوحده الحكاية ده حكاية إنما إحنا لما نتكلم على دعاء جدد في إطار برامج تقليدية أو في إطار وسائل إعلام تقليدية أنا بس بضيف على عوامل الجذب بالنسبة لهم هي البساطة قربوهم من المشاهد بيتكلموا بلغته بيلبسوا زيه شبهنا شبهنا في الصبت وبالتالي وكمان فيه نقطة مهمة جدا إن تناولهم للموضوعات الدينية بيربطوها دايما بالواقع الموجود فده بيخليه قريب من المشاهد ولكن مع تكشف بعض الحقائق عن بعض هؤلاء الناس وخاصة ما يتعلق بإعدادهم أو تكوينهم الفكري والأيدولوجي وما يتعلق برغبة بعضهم في جمع أو الحصول على أكبر قدر من المال ده بيؤدي بالفعل إلى التراجع في إطار نسب المشاهدة عن مثل هؤلاء لأن ببساطة شديدة إحنا عندنا عدد من الدعاء الجدد مع كل اللي احترام لهم تأهلهم وإعدادهم لا يتيح لهم أو لا يجب أنهما يظهروا ويدوا هذا القدر من نشر المعرفة وهم غير مؤهلين لهذا النشر في إطار المعرفة إنما لما تيجي بقى تتكلم على موضوع الوسائل الإعلام الجديد النيو ميديا سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الدينية شوف يا دكتور خالد أنت عندك آلاف مؤلفة من هذه المواقع ومن هذه الصفحات لن تستطيع إطلاقا أن أنت تسيطر أو تتحكم فيما يقدم يوم المضمون وأنا هقول لحضرتك لي ولكن هذه الآلاف المؤلفة من المواقع ومن الصفحات في كل التوجهات السياسية موجودة حتى ما يتعلق منها بالإرهاب وأعداد الإرهاب وتكوين تنظيمات إرهابية ومحاولة استمالة البعض كل ده موجود على النت بس عملت ثورة عملت ثورة يعني مسألة دعية اللي احنا أحد النمازج دي في لحظة شطبطه وسائل التواصل يعني كان منذ أربع خمس سنين نصف نبي لا يستطيع أحد الاقتراب بينه في لحظة لأن هم بس كوه على السوشيال ميديا هذا الفتح عمل حسن المسألة السوشيال ميديا هي ميزة فيها يعني كبيرة جدا أنها أولا متاحة في أي وقت في أي مكان وتقريبا ما فيش أي ومنفذ للتعبير عن الرأي وبشكل كبير جدا جدا حتى النظم نفسها بتستفيد من السوشيال ميديا في التعرف على تواجهة رأي العام أني يتعرف موضوع معين حتى ممكن بلونت اختبار كده ونشوف الناس على السوشيال ميديا هتقول إيه عن هذا الموضوع أنا باتكلم على أن أنا عندي آلاف مؤلفة من المواقع الإلكترونية والصفحات لا تستطيع التحكم فيها ليه لأن أنت حتى حتى مع الأفكار المتطرفة مع الأفكار الإرهابية يعني حتى المحاولات الجديدة اللي مثلا بتتعمل عندنا في مصر أن الموقع يدفع كذا ويعبد شركة مساهمة أنت بتكلم يا دكتور خالد على مواقع تقدر أنت تسيطر عليها داخل مصر إنما غالبية هذه المواقع من خلق مصر حتى إذا استطعت أن أنت تتواصل مع الدول اللي موجودين فيها وتقفل الموقع هتقفله النهاردة هيتطلع لك بكرة باسم تاني التكنولوجيا بسيطة أيها طبعا سريعة بس اللي عم يقوله دكتور كتير مهم لكن بدي شير لشغلي إنه فعلا لا يمكن التحكم في وسائل التواصل لأنه عنكبوتية وشبكية وبالتالي لا تكلف شيء أي واحد ممكن يعمل إعلام ديني من خلال صفحته الشخصية تغلق يفتع غيرك يفتع غيرك على طول لكن الآن نشهد ظاهرة مهمة كتير دكتور هي الجيوش الإلكترونية كتائب الإلكترونية سماء لجان نسموها الزباب الإلكترونية نسميه إن إحنا جيوش إلكترونية في أقسام إلكترونية تابعة لأحزاب وقوة وأنظمة ودول بتخصصها بمسألة الشبكات العنكبوتية والإلكترونية وشبكات الويب يطلقون هاشتاج مثلا أو يسيطر وهم ومولع ويوجد يستهدفون من خلال هذه الجيوش الإلكترونية السيطرة أو توجيه وسائل التواصل والرواد وسائل التواصل السليمة باتجاهات معينة عدم القبرة بقى يا دكتور ما إحنا كده عدم القبرة على السيطرة المراهنة المراهنة على الوعي على الوعي المراهنة على الوعي وأقترح على فريق الإعداد بإذن الله نحن نناقش مسألة هذه الجيوش أو الذباب الإلكتروني كطريقة إعلامية جديدة جزيل الشكر لهذا الحضور الجميل القوي من ضيفية دكتور محمد المرسي شكرا جزيلا ودكتور عبدالغاني أمات شكرا جزيلا الإعلام الديني وهل ساهم في تكريس الطائفية أم حارب تلك الطائفية كان موضوعنا اليوم فيه يتفكرون وإلى لقاء